هتقولوني طيب هي خطر هما ليه سايبينها هقولكم زي بالزبط بالزبط لما بنجيب حاجة من الحلويات أو بنشرب حاجة من المشروبات فتلاقوا ايه مكتوب كلمة ايه ألوان صناعية من المصرح بيها أو نسبة الألوان الصناعية الموجودة في المنتج في الحد المسموح بيه صحيا تمام وده عايز اقولكوا يعني مش ضمانة ان ده منتج صحي خالص هتقولولي هو ده بيحصل فيه تزوية اه طبعا بيحصل فيه تزوية ده صناعات ثقيلة جدا جدا ويعني معاملات تجارية بمليارات الدولارات لان منتجات دي بتباع في كل دول العالم وزي ما قلتلكم في الاول في منتجات مستوردة بتتباع في كل دول العالم فعشان كده بتلاقي فيه ناس مكتهدة وبتحاول تعمل منتجات دي بشكل محلي تمام وفيه ناس وصلت لمعيار جودة ان المنتج المحلي ده بقى يتصدر لدول كتير يعني احنا عندنا منتجات خاصة بالشامبوهات والحاجات دي كلها منتجات محلية بتتصدر لدول كتير تمام وفيه منتجات زي ما قلتلكم مستوردة فبقت اتعمل لها مصانع مثلا مصنع في مصر علشان تدي الانتاج بتاعها لمصر وعدد من الدول المجورة لمصر ولكن زي ما فيه اجتهاد في المعاملات التجارية وفيه اجتهاد في الدعاية وفيه اجتهاد في شرح المزايا بتاعت الحاجات المضافة للمنتج ده علشان تبقى مفيدة للشعر او للجسم زيت زي ما قلتلكم زيت الارجان زيت اللوز زيت جوز الهند وهكذا زيت الجرجيء وهكذا دي كلها حاجات مزايا لكن هذه المزايا لا يجب لا يجب ان تلهينا عن المخاطر فعشان كده انا بوجه نصيحة ليكم او وجهت النصيحة ليكم وبوجه النصيحة والكلام الى الصناع وهنا انا بتكلم بقى عن بلدنا مصر والدول العربية اذا كان في دول عربية اخرى عندها نفس المنتجات اكيد يعني في دول عندهم برضو منتجات محلية خاصة بيهم اجتهدوا اكتر في البعد عن هذه المواد الاربعة الخطيرة اللي الطب او الابحاث الطبية اكدت على خطورتها واكدت على مسويقها اكدت كلام ده مش كلام من عندي او اجتهاد شخصي لا ده نقلا عن مصادر طبية مصادر مش مصدر اكدت على خطورة هذه المواد الاربعة تمام وعشان كده حتى بقول لكم ايه في حال ان احنا ملقناش المنتج اللي متوفر فيه ان الاربعة ما يبقوش موجودين فيبقوا تلاتة مش موجودين مش لازم الاربعة اتنين مش موجودين بس ما ينقلش بقى عن كده فهمين فهمت وجهة نظري يعني مش لازم نقدم تنازل عن المعيار الصحي او معيار الامان واسمحوا لي ان انا احلكم او يعني ارجعكم بالذاكرة شوية مش لازم تكون انتم عاصرته حتى هذه الفترات ولا انا حتى اكون عاصرته بس فيه اجيال سبقت اجيال من امهاتنا وجدتنا والحاجات دي كلها اجيال عاشوا حياتهم بشكل طبيعي خالص بعيدا عن كل هذه المنتجات وكان شعرهم زي الفل وبشرتهم زي الفل وكان ما عندهمش اي نوع من انواع المشاكل فهمت وقصدي اكيد انا مش مش ضد الحداسة ومش ضد التطور اكيد لكن اللي قصدي ان انا اقوله لحضراتكم انه مش كل الحداسة خير ومش كل الحاجات اللي تطورت تطورت للافضل هي ممكن الافضلية دي تكون في الشكل في الباكينج في التعبئة في الروايح زي ما اتفقنا لكن فكروا كده معايا يعني اي حد اي ام كده قعدة دلوقتي قدامي بتتفرج ممكن كده تقول ايه يا طرق جدتي كانت بتستخدم الشامبو اللي فيه مش عارف ايه هتقول لا طب او مامتها اللي هي جدت يعني مامت الجدت ما كانش فيه الحاجات دي الله هنقعد نقول هم كانوا عايشين ازاي من غير الحاجات دي وبتاع لا كانوا عايشين وكانت حياتهم جميلة وحياتهم عظيمة وحياتهم مستقرة وكانت امراضهم اقل واكيد اكيد برضو بوضح اوه انا مش 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 دعوة للعودة للماضي هم بس القياس ده بقى نطبقه في كل حاجة في الموبايل بقى وفي اجهزة الكمبيوتر وفي كل حاجة من الحاجة وفي الاكل وفي المواد اللي بيستخدمها في الاكل وهاكاس فقصدي انه المنتجات دي اذا وجد انها في منها او توفر ما هو امن نستخدمه مش امن ما نستخدموش ومش هيحصل حاجة خالص نستخدم الوسائل التقليدية بقى نرجع كده ونبحث بقى على جوجل وعلى غيره ونقعد ندور بقى يا ترى الناس بقى كانوا بيعملوا ايه زمان نسأل بقى اهالينا كانوا بيعملوا ايه زمان بس طبعا مش هنروح بقى ناحية حاجات اللي هي بتطلع في الحاجات الكمبيدية مش هنحط جاز بقى على الشعر ومش عارف ايه لا بس نسأل نسأل كده كنتوا بتعملوا ايه زمان كنتوا بتستخدموا ايه زمان وهكذا اللي يسأل ايه مايتوش وان شاء الله ما يبقاش فيه توهان ولا فيه اي حاجة وحشة وارجو ان انا مكنش يعني دايقتكم بهذه المعلومات انا اصدي التنوير واصدي انكم تعرفوا المعلومات وكل واحد في الاخر بيبقى عنده المعلومة الصح هو بقى يتصرف زي ما هو عايز سواء لنفسه او لاطفاله